كان بما أننا بنتكلم عن محمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا النهاردة كان قاعد بديل ليه راحته ولكن عندنا أرقام مهمة لمحمد مجدي أفشا في آخر عشر مباريات لعيبهم مع المنتخب ممكن نستعرضهم أن محمد مجدي أفشا في عشر مباريات بيسجل أربع أهداف وبيساهم في أربع أهداف بيصنع أربع أهداف يعني مساهم في تمن أهداف في عشر مباريات أعتقد بداية مهمة جدا لمحمد مجد أفشا في مشواره الدولي وخلاص بقى واضح جدا من خلال المباريات اللي احنا شفناها والجميع بقى شايف ان مش محمد مجد أفشا بس يكون بديل لا شايفين ان محمد مجد أفشا يتواجد ضمن الفريق الاساسي لمنتخب مصر لان بالفعل بصمات واضحة والمباراة السابقة امام منتخب لبنان كان تقريبا هو صانع الحدث دايما وكان هو دايما اللي محور لعب منتخب مصر واجات بشكل كبير جدا مع عمر السلية اللي كان وقتها نجم المباراة عمر السلية لازم نقف عنده اه طبعا كل التحية فيه فيه حاجات جميلة النهاردة يمكن ظهار احتفال اللاعبين مع بعض بالأهداف الروح اللي موجودة في المنتخب واضح ان الروح جيدة جدا عمر السلية جماعة مع كيروش تقريبا هو اللاعب الوحيد اللي شارك في كل المباريات بشكل أساسي عمر السلية لما قولنا قبل كده هو ملوش بديل ده وصف نوعي بمعنى انه هو لاعب في مصر في مركزه وما فيش خيارات كتير بتقول ان فيه لعبين بنفس الجودة عمر السلية شخصية قيادة بيقدم كل يوم يمكن يعني في النقطة دي من مسارته بيقول للناس لا انه هو فارق وفارق كتير جدا يا سلام بالتأكيد يا فارس يعني نتمنى التوفيق لكل لعبي المنتخب المصري ومواجهة منتخب الجزائر ويكون فيه استعداد قوي ان شاء الله حتى في حالة لعب أم أفريقيا نتكلم عن الموضوع ده او في حالة تأجيلها يكون استعداد ويكون كيروش بيشوف بنفسه على أرض الواقع وبيجرب بنفسه كل اللعبين وبيقدم حالة لمنتخب مصر